لسه مع النادي الأهلي ولكن هنروح لكرة اليد ديفيد دي بيز المدير الفني لفريق كرة اليد الرجال بالنادي الأهلي أعلن قائمة الفريق استعدادا لخوض مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك اللي هتجمع طبعا الفريقين في الإمارات يوم السبت المقبل وجاءت قائمة رجال اليد الأهلي كالتالي محمد إبراهيم وعبد الرحمن طهة وعمر خالد كستيلو وأحمد هشام سيسا ومحسن رمضان وعمر سامي ومحمد لشين عبد العزيز إيهاب عبد الرحمن فصل ونبيل شريف محمد مجدي سيف هاني فوكس وأحمد خيري أحمد راضي إبراهيم المصري أحمد عادل ياسر سيف والبعثة تحركت بالفعل لمطار القائرة برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا للسفر لدولة الإمارات من أجل خوض مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك وهلعب الأهلي أمام الزمالك على بطولة كأس السوبر المصري اللي هتستضفى الإمارات وتقام بعد غد السبت في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت الإمارات داخل صالة الشيخ زايد بن سلطان النهيان بإمارة الفجيرة ودي أمامنا صورة طبعا اللعيبة في المطار الصور دي من أقل من ساعة يعني اتجهوا بالفعل لمطار القاهرة عشان يسفروا لإمارة الفجيرة في الإمارات عشان يخودوا لقاء السوبر ضد فريق الزمالك كل التوفيق لبعثة النادي الأهلي كل التوفيق لهم يرجعوا بالبطولة إن شاء الله وكلنا ثقة في ديفيد ديفيز وكل المجموعة اللي مسافرة وإحنا يعني على يقين أن الفرقة دي قادرة أنها تحقق كل الإنجازات المطلوبة منها وقدرة أنها تحتفى كمان في الدوري الدوري قوي جدا هم لسا غالبين الزمالك وفرقوا شوية في الدوري زي ما حضراتكم عارفين منافسة الأهلي والزمالك في كرة اليد قوية جدا وعلى مدار السنين اللي فاتت الموضوع رايح جاي لكن ميستر ديفيد ديفيز عمل الموسم اللي فات قوي جدا عمل موسم استثنائي لكرة اليد فعلا قدر أنه يحقق في بطولات كتير قرية كمان وراح كاسر عالم للأندية نادي الأهلي الموسم اللي فات راح كاسر عالم في كل الألعاب الجمعية